لو رجع تاني الزمن تاخد نفس القرار نفس القرار وانا قعدت ارتباطي بالنادي الاهلي يعني فما علاقة معنوية خلاص تبنيت علاقة فمباراة كل انتباحهم ما زالت حتى الان بتتابع كل مباراة انتباحهم كل انتباحهم ونقض في تواصل اكثر يعني انا مع احمد الجارحي التواصل وكل على النتائج ابراهيم الجمال فمتواصل معهم على طول دي صورة لينا في صالة الامير عبدالله الفصل لا هتقولي الصورة اللي فاتت يا جماعة لا معلش يعني متى تكون عاف الصورة كنتين تعليمين هو امين رقم 13 وكان احمد جمال اللي عبنا برضو السابق وكترق الغنام وهيسم السعيد رقم 8 ودي جرح لقم رقم ودي كانت 2011 اللي عايز اقوله انه في الوقت ده امين انت كنت جايب بأمال وطموحات الصورة دي وكنا ساعتها النادي الاهلي غايب عنه الدوري 11 سنة 11 سنة فاكر 11 سنة بالضبط والعيبة كتير جات وفشلت خلينا نقول بأمانة ما انت متاخدش من هذه الاهلي اول بقى انت فشلت بالضبط ده ما خوفكش شو انا اكون معك صريح حتى في لقاءات قبل كنت على طول نحكي على الموضوع دي انه اللي يتحطط كنت انت تعرف كابت نشر التوفيق نوجوله تحية طبعا كابت نشر التوفيق انا سنة التوفيق يعني غير البراشر بتاع النتيجة والنادي الاهلي يعني هو يحط عليك كمان طبعا عايزك دايما كويس كمان براشر يعني عارف انت كابتن وداربين ما بيقبلش باللون الرمادي في ثاني عايز كله يغياد وخاصة كابتن أشرف طبعا وخاصة كابتن أشرف طبعا ودي صورة تانية بدرع الدوري بقى سنة 2012 دي صالت طنطة طنطة بربع عليك وكان ساعتها بيكون في حظر التجول لو تفتكر وكنا دي طبعا صورة في الدوري وكان ليك دور كبير في الدوري أنا فاكر في شوطة أنا وانت ايوه الله ينور عليك عملتني سكرين عميس عملتني سكرين وطلعت شوطت وكانت مهمة جدا في فشوار الدوري فعندك وانت كنت العيب بتلعب يعني 40 دقيقة تقريبا فدي صورة لطل الغنام طبعا نكملك كبير وانت ودولي ودالع الدوري ده غابة عن النادي قال لي 11 سنة 11 سنة فكام بريشر عليك صعب كام بريشر لكن نقول لنا دي ما قدري والحمد لله انه دي ما نتحط في المواقف الصعبة صحيح يعني اي نادي نروح له مع الملعب نيبري او النادي انتهاء دي في الولمبياد دي في الولمبياد ضد لتوانيا لتوانيا وده مع كوبي براين ده مع ليبرون جيمس لأسف في صورة تانية مع كوبي براين بس دي منتخب الارجنتين دي في لندن صح دي في لندن اه طبعا منتخب الارجنتين يعني وانت قديت اداء كويس على فكرة الحمد لله ودي طبعا صورة لك تانية والجيل ده طبعا مكرم بالرمضان الغدو دي ست يلعب دي بطول تفريقة ده في قصر الرئيس كان قصر الرئيس دي طبعا لبرون جيمس مع منتخب أمريكا في أولمبياد لندن أشيط ناشا ودي اسمه بول اه صح بول بوينجارد منتخب أمريكا وده كريس بول ده دا ديفيد مش فاكره ديفيد مش فاكره انا هو مصدق منتخب أمريكا ديفل ألمبياد وكان إنجاز كبير ساعتها تونس تتقى ألمبياد كان بنسمانها صدمة يعني ايه تونس تكسب أنجولا يعني ايه تكتب كيفن لوف اه ده منتخب أسبانيا ده أمريكا ده منتخب أمريكا انتوني ديفيز ده بقى شعره أفضل ده لكرز دلوقتي ده لكرز تمام ده لبرون جيمس طبعا يعني الصور دي وذكرات دي عمرك كله أمين بصدبط بس الفرق الطول مش كبير منكم من هو بيحط دقات كثيرة أو كده ليا ده أسبانيا ده نافارو أسبانيا أسبانيا سطورة طبعا سطورة منتخب أسبانيا المطش ده انت بتنزهوش أبدا يعني المطش أمريكي احنا أول خمس نهات كنت جبتها هنا دي بتوت أفريقيا ماريو بالما صح دي فينه 17 ماريو بالما ودي سورة لك مع منتخب برضو الأرجنتين يعني يعني ذكرات حلوة أمينه حلوة يعني بأمانة دي تدافع على طب ليه لزعله كده طب ليه لزعله ودفع عليه يا حبيب دي سورة بلاي علىك الله يرح الله محترم جدا 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 كوبي براين بس هتولي السورة السابقة هتولي السورة السابقة هتولي السورة السابقة اللي هي كان وقع بجنب كوبي براين عشان الناس تتخيل يعني طول كوبي براين مش بالطول الرهيب لأ القبل دي كمان كوبي براين مش الدنكات وبص يعني طول أمين طولك أمين صح يعني يمكن انت أطول سنة بسيطة ومع ذلك كان بسطورة يعني والسورة اللي بعدها برضو أنا معتبر هو البعد مايكل جوردن بعد مايكل جوردن صحيح يعني فيه مايكل جوردن كباسكتبول دي السورة باب يدخل وفيه كوبي براينت لا والهلب ليبرون جيمس الله أكبر الله أكبر انت أنا لو منك أبصيها وارتاح بقى غلص أبصي الكل وارتاح في السورة اللي بعدها برضو كانت حلوة يعني بعد المطش دي دي بعد المطش كان عندك في عينك فيه شغف وعايش تلعب أمين ومش همك منتخب تونس ولا منتخب أمريكا كنت انت كان قلبك ما تخافش قالي أنا ده ده الحاجة اللي تربينا عليها بالصورة دي حاجة برضو دي هاكوب إبراين يعني بيقولك يعني عجب وطلعت لعبك وبتاعه يعني برضو ذكرات دي تفخور بيها أكيدا طبعا دي طبعا دي باست بلاير أم في بي أتأخذتها في أفريقيا أم في بي أحسن لعب في بطوط أفريقيا سنك كان في كرة أمين دي ألفين وتسعة أمين أنت كمان كنت من لعبها لقلبها مقتول يعني أنا كنت مع بعض كنت زمال غرفة واحدة عمري ما كنت أحس أنت بتلقى من الموتش أو بتخاف منه أو النازل المتوتر أنت إيه يا جدعة في إيه؟ ويعني كنت بك أتوتر شوية أنت لأ يعني ده نتيجة إيهل نتيجة خبراتك مع منتخب تونس ولا الفرقة كتيرة اللي انت لابت معا كان ليه ده؟ إيه السببب؟ أنا زي ما أقول لك قدر يعني هو قدر أنه تتحط تتحط أنه في مواقف على طول مواقف صعبة يعني الفريق اللي إنشأت فيه فريق الأم هو الملعب النابلي في تونس الملعب النابلي من الناشئين يحطولك في دماغك أنه لازم كل مباراة عبارة مباراة كاس لازم تكسبها ملعب النابلي ملعب النابلي ملعب النابلي فالروح هذي كانت تزرعت فينا بعضين حتى لو فاكر منتخب تونس كنا بنلعب كانت إمكانيات ضعيفة لكن مع إمكانيات ضعيفة تشوف مستوى فريق ناس تلعب قلب القلب كبير غير الشي اللي تربيين عليه هو يعني برضو كاركتر يعني